عدو الجهاز الفني الجديد بنادي الزمالك حابب تقول الجميل نادي الزمالك دلوقتي تطمنهم بيه أقول لهم طبعا لسه بدري وأقول لهم هارد لك المبارات النهاردة ودي حال الكرة مكسب وخصارة وبطولات جاية كتير وبطولات راحت وخدنا الحمد لله الدور السنة اللي فاتت واللي قابليه والكاس والكلام ده كله ونادي الزمالك كويس ما فيش اي مشاكل فيه بيتمر الفرق بتمر بساعات بمراحل زي دي لكن احنا قادرين نطلع منها الى احنا لسه بدري وعندنا البطولات النفس عليه ودائما هيبقى فيه بطولات ودائما هبقى فيه منفسة وده حاجة مش جديد عن نادي الزمالك فأنا قلю لهم دائما بس الحب اللي هما بيدول نادي الزمالك والنهاردة شوف نافي الملعب وغير مبارات اللي فاتت دائما الدعم بس عايزينه ورانا وانهم دائما رقوا معنا ان انا بعتبرهم اللاعب رقم واحد الجمهور نادي الزمالك اللاعب رقم واحد في مكسب الفريق في كل بطلات والحمد لله أن الجمهور الزمالك واعي جدا ودايما ورا الفريق حتى في أصعب مراحل لي كان معاه أصعب من دلوقتي يعني إحنا ما عندناش أي حاجة دلوقتي إحنا ما فيش مشاكل بطولة الكاس أكيد كنا نطمح أن نحن نفوز بها قدر الله مشاء أفعل ما فيش نصيب أن نحن نكمل عندنا بطولة الدورة عندنا بطولة إفريق اللي إحنا بقى عشرين سنة ما خدميش نتمنى أن نحن بقى نعمل فيها تقول لهم أعلى مباراة الأعلى يوم السبت أقول لهم اتمنوا إن شاء الله يعني أتمنى من الفريقين إحنا كمان نعمل مباراة لي باسم الكرة مصرية عايزين نشوف كرة حلوة عايزين نستمتع عايزين نشوف كرة بعد كاس العالم اللي شفناه الأخير وشفنا مستوى اللي وصل فيه الناس كلها كانت في كل الدورات العالمة ما بتحبش تفرق تاني إحنا عايزين نستمتع الكرة برضو فيها أنصر موطعة شوية وفيها الإثارة والشغف للناس وحب الكرة للناس فعايزين نشوف مباراة جميلة عايزين نشوف نتمنى طبعا التوفيق نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وإطلع فرحم وننسى اللي حصل النهاردة بالمكسب اللي جاي لأنه هيفرق معنا معناوين في حاجات كتير وإحنا قادرين على كده النتيجة في علم الغيب أن نشتغل ونكتهد الفترة اللي جايه دي أن احنا نقدم أحسن نتائج للنادي إن شاء الله بإذن الله أنا عايزة أقول حالاتكم حاجة كابتل حسين ياسر المحمدي هو عرفين أنه واضفنا من مبارح متفين معاه من مبارح وصراحة كنا عاملين مع حوار طويل النهاردة في حاجات فيها نستالجة وزكريات وحاجات عن طبعا فريق شباب نادي الزمالك وهو داخل علينا كان معاه قرار تعيينه في الجهاز الفني الفريق الأول بنادي الزمالك هو محتاج يمشي عشان عنده اجتماعات مع الإضاءة ومع الجهاز الفني والشغل من دلوقتي يعني هو لسه بتبلغ وعنده شغل من هذه دي فللأسف بشي نقدر نطول معاه أكتر من كده كان نفسنا يكمل معانا صهرتنا بس أكيد هو عنده مهمة شقة جدا ومهمة أكيد صعبة ومسؤولية كبيرة جدا نتمنى له فيها التوفيق كابتل حسين حقيقي شرفته شكر جدا يا كريم إن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله بكون معاه ده هيكون شرف كبير لنا كله توفينيه